اشتركوا في القناة ولما اعلنوا عن لعبة فان فانتسي 8 الكل تحمس لها خصوصا ان رسومها تفوقت على رسوم فان فانتسي 7 وقدمت شخصيات وقصة وعالم جديد بالكامل في البداية اطلق دمو للعبة ووصلنا هنا باللغة اليابانية فقط وكنت من الناس اللي جربتها ومع اني ما كنت فاهم شي في الدمو الا ان شدتني الرسوم المبهرة وقتها ونظام القتال خصوصا الاستدعاء او السمن باسم ليفايثن كان شكلها جدا رهيب ورسوم قوية ومؤثرات رهيبة في بداية اللعبة سكوال وفريقة يهجمون على جزيرة وهناك يوقفون عند ساتلايت ضخم وسكوال يبدأ يتكلم ويقول ان عصر الاس دي راح ينتهي ويبدأ عصر الاش دي قريبا لانه بيكون فيه الاش دي كابل او قصدا الاش دي ماي في وقتنا وايضا راح يكون فيه بثوث على الانترنت لفيديو بدقة الاش دي وقصدا اليوتيوب يعني تنبب هذا كله في عام 1999 وقتها ما كان فيه اي ذكر ولا اي شي عند قناة الاش دي في وقتنا حاجة فعلا الغريبة ومرعبة استخدام العشاب بدال البترول لعبة متل جير 2 سوليد سنيك هي لعبة صدرت على جهاز الام اس اكس 2 الياباني وحصرية لليابان فقط هو تعتبر جزء السابق للعبة متل جير سوليد المشهورة وتحكي عن احداث اوتر هيفن ومواجهة غري فوكس ولي لاحقا راح يعرف باسم سايبورغ نينجا واخيرا البيك بوس ومحور اللعبة بان النفط في العالم اصبح نادر وعليهم انهم ينتجون بديل للنفط وهو الالاقاي او العشاب وهي نبتات معدلة جينيا عشان يستخدمونها كمصدر للطاقة بدال النفط طبعا هذا الشي راح سيكون بازمة كبيرة في الاقتصاد واللعبة تنبأت بالمستقبل انه فعلا تم صنع هذا الوقود المصنوع من العشاب الالاقاي في مدينة سان فرانسيسكو في امريكا في عام 2012 في واقعنا لكن طبعا ما قدر يخلونا بديل اساسي للنفط لان تكلفة صنعه كانت اكثر من النفط بكثير في عام 1990 صدرت لعبة على الجهاز السبو نتندو باسم سماش تيفي كانت عبارة عن لعبة تدور احداثها حول برامج تلفزيونية وتاريخ اللعبة كان 1999 وتشارك فيها وتتحدى الخصوم وتحاول انك تفوز عليهم بس المميز فيها انها كانت فيها قتل داخل البرنامج هذا ويعني مثل يجونك فوج اعداء يحربونك وتقتلهم والتنبؤ اللي صار انه وقتها ما كان في برامج تلفزيونية بالاسلوب هذا لكن بعدها اتشرت البرامج واهمها برنامج سورفايفور اللي يخلي المتسابقين يعيشون ايام عصيبة بين الطبيعة يعني هذه اللعبة تنبأت بالبرامج هذه قبل ما يفكرون فيها اصلا فهذا حاجة جدا غريبة وعجيبة موت حاكم كوريا الشمالية لعبة هوم فرونت هي لعبة حربية منظور اول وقصتها تكون في عام 2027 وهناك دولة كوريا اتحدت الجنوب والشمال مع بعض وصار اسمها دولة كوريا العظمى وصار تشكل خطر كبير على العالم ورح ترعب بافراد جيش متقاعدين وهم يصدوا الهجوم عن دولة كوريا العظمى الشيء المريب اللي في اللعبة انها تنبأت في موت الحاكم الكوري كيم جونج إل في عام 2011 ويصير ولده كيم جونج أون محله كحاكم وهذا ادى الى اتحاد كوريا الشمالية والجنوبية في اللعبة المصيبة انه فعلا الحاكم كيم جونج إل مات لكن مش في 2011 مات في 2012 في واقعنا حنة والفرق كان بين تاريخ اللعبة وتاريخ واقعنا في موت كيم جونج إل فقط اسابيع قليلة وفعلا صار ولده كيم جونج أون حاكم بدالة في واقعنا الوضع يخوف كيف تنبه بهذا الشيء طبعا ما صار في اتحاد كوريا عندنا بس في حاجة ثانية تنبهت فيها اللعبة وتخوف انه في عام 2027 كوريا بدأت في تجارب نووية داخل اللعبة ومو بس كده اللعبة ايضا تنبهت داخل اللعبة بسقوط الاقتصاد الامريكي في عام 2022 داخل اللعبة وتفشي مرض وباء مميت في عام 2022 داخل اللعبة حن الحين 2021 2020 تفشي عندنا المرض يعني فقط سنة واحدة فرق بين التنبه حق اللعبة وهذا كلام كله كان لما اللعبة صدرت في عام 2011 يعني شوفوا كيف تنبهت اللعبة والفارق الكبير بين ما صدرت اللعبة وبين الوقت حقنا الطبيعي بلا عليكم مش راككم فيه اذا عندكم تعليقات اكتبوها تحت قولوا نرايكم في الموضوع مقولة ترمب المشهورة لعبة متل جير رايزينغ رفينجينز هي تتبر جزء جانبي في سلسلة متل جير ومن بطولة الشخصية الرايدن واللي كان اول ظهور لها في لعبة متل جير سوليد 2 سانزوف لبريتي وكان بطل فيها في لعبة رايزينغ يكون جسمه معدل عليه مثل النينجا الالي والعدو في اللعبة هو سنتر الولايات المتحدة الامريكية ستيفن ارمسترونغ واثناء مواجهته في اللعبة راح يقول ميك امريكا جريت اغاين والتنبؤ هنا ان هذه العبارة راح تكون العبارة الشهيرة لرئيس الولايات المتحدة الامريكية السابق دونالد ترمب اللعبة صدرت في عام 2016 وترمب مسك الحكم في عام 2016 يعني لبت تنبت المقولة هذه قبل ما ترمب مسك الحكم بثلاث سنين اش رايكم في الموضوع وهذه كانت الخمسة العاب لتنبت المستقبل ومثلما قلنا لكم خوضوا الامر على انها سبيل المتعة واذا عندكم علعاب ثانية تنبت المستقبل اكتبوها تحت في التعليقات كما معكم التشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة